على ذكر المنظومة الاهلوية حضرات تعالوا بقى انا اعرفكم تفاصيل الاجتماع اللي كان بالامس مجلس ادارة طبعا النادي الاهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب اللي قرر فيه طبعا هذا الاجتماع انه يتم تكريم وتأبين فقيد النادي الاهلي والرياضة المصرية سيادة الوزير العاملي فرق رحمة الله عليه نائب رئيس النادي ووزير الرياضة الاسبق تقديرا من مجلس الادارة لما قدمه للوطن وللنادي وللرياضة وعرفانا بحجم اخلاصه وعطاءه على مدى سنوات طويلة جدا كان المجلس الحقيق حريص في بداية الاجتماع على الوقوف دقيقة حدادا وقراءة الفاتحة على روح العاملي فروق رحمة الله عليه واشاد الكابتن محمود الخطيب بالدور الكبير للفقيد اللي كان فعلا نموذج للمسؤولية وللحرص على مصلحة وطنه وخدمة ناديه